في الوقت الذي تسير عملية القوات المشتركة العراقية بشكل حثيث لكن بطيء في تطهير الرمادي من عناصر داعش تشير كل المؤشرات إلى تحضيرات لعملية أوسع نطاقا وأكثر خطورة هدفها الموصل ورغم تشكيك شخصيات من كردستان العراق في وقائية وقدرة القوات العراقية على شن هجوم على الموصل هذا العام وتأكيد مسؤولين من بغداد في المقابل أن الهجوم سيحدث خلال ستة أشهر يتفق الجميع أن العملية ستكون صعبة ومعقدة وتحتاج تضافر الجميع بمن فيهم الأمريكيون فواشنطن التي لطالما حرصت على وصف وجودها في العراق بأنه لأغراض تدريبية واستشارية بدأت تغير من نظرتها للموقف مع أنباء عن وصول نحو ألفين عسكري إلى ثلاث قواعد في العراق ومع كلام من وزير الدفاع الأمريكي عن ضرورة شن هجوم على الموصل من الجنوب بمعونة القوات العراقية ومن الشمال بمعونة قوات ميناء البشمرقة وأيضا أنباء عن مشاورات بين بغداد وواشنطن بشأن حجم التدخل الأمريكي البري المباشر في هذه العملية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عضو مجلس النواب العراقي صلاح الجبوري ومعنا من واشنطن نائب مشاعد وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال مارك كيميت وذكركم أيضا مشاهدين أنا بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ صلاح سأبدأ معك مساء الخير بداية ما مدى صحة هذه المعلومات التي تحدثت عن وصول أعداد من القوات الأمريكية ربما قوات خاصة قيل أنها من الفرقة 101 المحمولة جوا ما مدى صحة هذه المعلومات بحسب علمك وما مدى صحة أن الحكومة العراقية هي من طلب هذه القوات من الولايات المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور قناتكم الكريم نعم هذه المعلومات المتوفرة لدي على أقل تقدير وقبل قليل دقاقة هذه المعلومات نعم هناك قوات من الفرقة 101 المجوقة لا نزلت في محافظة الأنبار وهذه القوات ستشارك في عملية تحرير ما تبقى من محافظة الأنبار وبالتأكيد ستشارك في العمليات الأخرى أما موافقة الحكومة من عدمها بالتأكيد يعني هو أساس ما وصل إليه العراق الآن من وجود القاعدة سابقا وداعش وحتى الميليشيات هو ناتج من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والذي كان سابقا قد دعا له قوات فصائل المعارضة التي كانت قبل 2003 والآن الذي قسم كبير من عدمها ضمن إطار التحالف الوطني والذين هم الآن في العراق فبالتأكيد وجود القوات الأمريكية وفق الاتفاقية الستراتيجية ضروري ولا أعتقد أنا أعتقد بأن الحكومة ستوافق على هذا أما من جانبنا بالنسبة لأن تحالف القول العراقية فإننا نرحب بأي قوات سواء عربية كانت أو قوات أمريكية لتحرير الأرض من داعش ولجم الميليشيات طيب سأسألك بعد قليل أستاذ صلاح عن رد فعل التيارات والمكونات الأخرى سواء في البرلمان أو في المجتمع العراقي بشكل عام على وجود مثل هذه القوات ولكن دهني أنتقل إلى الجنرال مارك كيمت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق جنرال كيمت مرحبا بك معنا من جديد ما الذي يمكن لهذه القوات أن تفعلوا الحديث الآن عن حوالي 2000 ما الذي يمكن لهذه القوات أن تفعلوا في مساعدة القوات العراقية الرسمية فيما تعلق بتحرير محافظة الأنبار تحديدا دعني أوضح ما الذي ستفعله هذه القوة هذه ليست قوة جديدة وإنما قوة ستعود قوة جوية أخرى كانت موجودة منذ تسعة أشهر هذه القوة لديها نفس المهمة التي كانت للقوة التي سبقتها إذن قلتم ثلاث قواعد لكن هذه القوة تساعد في تجهيز وتقديم التدريب للقوات العراقية ستبقى من مهمة التحالف والأمريكا تحديدا تقديم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي والجو للقوات العراقية عندما يتحدث وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتن جنرال كيميت ويقول أن هذه القوة هي قوة استهداف متخصصة للتدخل السريع ما الذي يعنيه ذلك تحديدا؟ مرة أخرى وكما قال كارتر في باريس أن هذه القوة ستأتي إلى العراق من أجل استبدال القوة الثانية التي كانت هنا وكانوا يساعدون القوات العراقية وكما قلت قبل قليل للدعم اللوجيستي وسيكون هناك إسهام لدعم القوات العراقية حتى تكونك الخطوط الأمامية لتحرير المدينة إذن أنت لا ترى شيء جديد في وجود هذه القوة جنرال كيميت يعني هي مجرد استبدال قوات موجودة بقوات جديدة ولكن لا شيء جديد من الناحية الميدانية العملاتية نعم ما قلته صحيح أنا تركت بغداد قبل أسبوع ولم تصني أي إشارات من الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مهمة ذات طبيعة أخرى انظروا إلى النتائج التي تم تحقيقها إلى الآن من القوات العراقية في الرمادي ما الذي نسعى إليه هو أن نساهم في النجاح ولا يسا أن نستبدل القوات العراقية ميدانيا القوات العراقية قاموا بنجاح وتقدموا إلى مستوى أعلى في قتالهم وسنوصل دعمهم ودفعهم إلى الأمام لتحرير البلد أستاذ صلاح أعود إليك مرة أخرى أيضا بالمقابل هناك تصريحات على ما يبدو لمصادر عسكرية عراقية رفيع بحسب صحيفة القدس العربي تقول هذه المصادر أن حوالي 2000 جندي أمريكي وصلوا إلى العراق خلال الأيام والأسابيع الماضية وتوزعوا على ثلاث قواعد كما أشرت قبل قليل قاعدة البكر قاعدة سبايكر وقاعدة عين الأسد وأن هذه القوة بحسب هذه المصادر ستخوض عمليات ختالية ضد تنظيم الدولة بشكل مستقل عن القوات العراقية يعني يفهم من مثل هذا الكلام بأن هذه قوة خاصة جاءت لتعمل لوحدها لا أدري كيف يمكن عسكريا هذا الأمر ولكن لتعمل بشكل مستقل في مواجهة تنظيم داعش هل هذا يعني ما وصلكم من معلومات حول طبيعة نشاط هذه القوات لا بالتأكيد يعني قوات ما تأتي قوات يعني عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وهي يعني الفرقة 101 المجوقلة وهي معروفة يعني للعمليات القتالية الخاصة وللتنفيذ عمليات قتالية خاصة لكن أنا أعتقد يعني تحرير الأرض وتحرير يعني بقية محافظة الأنبار ومحافظة صلاحة يعني ما تبقى من محافظة صلاحة الدين ومحافظة أثنين ولا يحتاج إلى عمليات خاصة بالتأكيد يحتاج إلى عمليات عسكرية كبيرة لمسك الأرض وتحرير الأرض من يعني احتلال داعش لهذه المناطق نحن نعتقد بأن يعني هناك نوع من الاتفاق ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية وهناك اتفاقية سابقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بأن تأتي هذه القوات وتقاتل وتحرر هذه الأراضي لأننا من وجهة نظرنا نعتقد أن تداعيات وجود داعش والقاعدة وحتى الميليشيات هي كان نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وبالتأكيد يجب أن تأخذ على عاتقها الولايات المتحدة الأمريكية طالما أنها كانت السبب في ما وصل إليه العراق يجب أن تخلص العراق من احتلال داعش وأيضا من بعض الميليشيات جنرال كامت لو كانت هذه المعلومات صحيحة فيما يتعلق بوجود عناصر أو قوات جديدة غير الذي أشرت إليه أنت مسألة استبدال القوات بقوات أخرى إذا كان هناك نية لدى واشنطن لإرسال قوات إضافية قتالية لمواجهة التنظيم في هذه المناطق هذا يعني تغيير كبير وشبه جذري في سياسة إدارة الرئيس أوباما ليس كذلك دعوني أكون واضحا المصادر التي لديكم من القدس العربي غير الدقيقة أنا قلت لكم إن قوة استبدال ليست مهمة جديدة وإنما نفس المهمة كله يمكن أن يختلق بعض القصص لكن الدقيق هذه القواعد التي أشرتهم إليها موجودة لكن كما قلت هم يقدمون تدريبا ومساعدة سلوجيسية واستخباراتية وما إلى ذلك لن يكون هناك أي شيء جديد المصدر الذي لديكم ليس لديه مصداقية وليجب أن تسغو إليه أستاذ صلاح ما رأيك بذلك الجنرال كيمت يقول هذا المصدر غير لا يتمتع بالمصداقية وبالتالي الأخبار الواردة عنه نقلا عنه غير صحيحة هذا يعني أنه لا شيء جديد يعني لا يوجد قوات جديدة ولا عمليات قتالية جديدة في طور التنفيذ يعني أنا ما أعرف بالنسبة يعني المصدر الذي نشر في القدس العربي دقيق أو غير دقيق لكن المعلومات المتوفرة لدينا بأن المقاتلين الأمريكان موجودين في هذه القواعد الثلاث يعني حتى إذا كان يعني حسب ما قال هي استبدال قوات الآن القوات التي جاد قوات ذات طبيعة قتالية معروفة يعني من اسمها الفرقة 101 المجوقلة هي ليست قوات للاستشارة وإنما قوات لتنفيذ عمليات ومن هذا يعني الرأي لدينا ربما كان يعني المعلومات اللي لديه ربما أدق من معلوماتنا لكننا نعلم أنه على الأرض هناك قوات أمريكية ضمن هذه القواعد الثلاثة طيب أود أن أسمع من الجنرال كيمت إلى تعليق على طبيعة عمل الفرقة 101 أيربورن ولكن بالمناسبة مراسلنا في العراق أكد أنه هناك حوالي ألفين من القوات الأمريكية وصلوا بالفعل إلى العراق جنرال كيمت لماذا تستبعد مثل هذا الأمر يعني قد يكون هناك خطط من قبل الفريق الفريق العسكري لإدارة أوباما للقيام بعمليات مختلفة هذه المرة يعني لماذا تستبعد هذا الأمر لأوضح لكم قوة المجاوقة 1-0-1 يتم تعويدها هذه المرة وهي يتم تعويدها بشكل دوري وقمنا بذلك خلال الشهر السابق وأعيد وأقول أننا نهيئ ونؤهل العراقيين من أجل أن يكون أكثر قدرة على مواجهة داعش والقيام بمهماتهم إذا قرر أوباما أن يغير في المهمة ويبعث بجنود للقتال على الأرض يجب أن يخبر الشعب الأمريكي قبل ذلك إنه لم يقم بأي تصريح في هذا الإطار ولا أظن أنه سيقوم بتصريح كذلك في القريب المنظور نحن فقط نريد أن ندعم النجاح الذي سيحققه القوات العراقية على الأرض كما قلت جواً ولوجستياً وتدريبياً لأجل أن نساعدهم على تحرير العراق هذا ما نفكر فيه صحيحني جنرال كيمت إذا كانت معلوماتي غير صحيحة الرئيس الأمريكي باستطاعته إرسال قواته معه 60 يوم قبل أن يبلغ الكونغرس بأي تحرك من هذا النوع أليس هذا صحيحاً؟ نعم لإشعار الكونغرس الأمريكي بأنه سيبعث بمقاتلين أمريكيين ليقاتلوا ميدانياً وهذا يجب أن يتم في وقت مبكر كل جندي من هؤلاء الجنود الألفين الأمريكيين الذين بعثوا لديهم اتصال بأوسارهم في الولايات المتحدة الأمريكية هم يعرفون أنهم في مهمة مؤقتة وإذا وجدوا فجأة أنهم موجودون في مهمة قتالية فسيتم إرجاعهم أو دعوتهم وستضج وسائل العالم الأمريكية حول هذا الأمر طيب يعني على الأقل هذه بعض المعلومات المتوفرة جنرال كيمت التي يتم تداولها والبعض في العراق يؤكد على هذا الموضوع وأيضا هناك معلومات تشير إلى أن هذه القوات مهمتها الأساسية ستتركز على الحدود العراقية السورية لقطع طرق الإمداد لتنظيم داعش هذا على الأقل بعض المعلومات المتوفرة لدينا أستاذ صلاح أعود إليك مرة أخرى ردود الفائل داخل البرلمان العراقي على إمكانية وجود مثل هذه القوات هناك الكثير من الجهات التي لا شك ستعارض هذه المسألة أليس كذلك بالتأكيد الرؤية الآن مختلفة من كان في عام 2003 هو يدعو إلى هذه القوات ووجود هذه القوات على الأرض العراقية وكان مكون آخر يدعو إلى مقاومة هذه القوات الآن الحالة تغيرت أنا أعتقد في البرلمان العراقي التحالف القوات العراقية لا يمانع بل يؤيد وجود هذه القوات من أجل تحرير الأرض من داعش هذه القوات أو قوات أخرى حتى وإن كانت عربية أي قوات تستطيع أن تخلصنا من داعش وتحرر الأرض قوات عربية قوات دولية قوات من المتحدة الأمريكية من تحالف القوات العراقية بالتأكيد مرحب به وأنا أعتقد بأن أيضا التحالف الكردستاني لا يمانع خاصة عندما تابعنا مثلا العمليات الإنزال التي حدثت بالحويجة كانت القوات الأمريكية مع قسم من قوات مكافحة الإرهاب من الإقليم أي ما معناه لا توجد معارضة لكن أنا أعتقد فقط في التحالف الوطني سيكون هناك معارضة لهذا التدخل وسمعنا أصوات تعارض هذا التدخل لماذا برأيك هناك حاجة لمثل هذه القوات شهدنا تقدم لا بأس به بأحرزة القوات العراقية وفي بعض المناطق بمساعدة الحجر الشعبي في صلاح الدين في ديالا الآن نتحدث عن الرمادي لماذا هناك حاجة لقوات أمريكية قتالية إذا كانت القوات العراقية والقوات الداعمة لها قادرة على تحقيق بعض التقدم في وجه هذا التنظيم بالتأكيد القوات العراقية في معركة الرمادي لاحظنا بعض التطور أيضا بدعم من القوات الأمريكية وفي مناطق أخرى كانت القوات العراقية ومعها الحشد لكننا لا نستطيع أن نستمر لننتظر سنوات لكي نهيئ الجيش العراقي والمتطوعين معه لتحرير هذه الأراضي نحن نريد أن نحرر هذه الأراضي من احتلال داعش بأقرب فرصة ممكن وبالتأكيد التحرير إذا ما تعاون معنا التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية برسال قوات على الأرض ربما نستعيد هذه الأرض بفترة قياسية أما على هذا المنوال الحكومة العراقية تصرح أنه ستهاجم في الستة أشهر القادمة ونحن نعتقد في المدينة الموصل تحديدا محافظة النينوات نحن نعتقد بأن هناك مليونين مواطن الآن يرزخ أسيره عدداعش وهناك مليونين نازح أيضا خارج العراق فبالتأكيد نحن بالنسبة لنا وهذه محافظاتنا وجمهورنا بالنسبة للتحالف القوى العراقية نسعى أن يكون هناك تدخل أمريكي أو تدخل عربي للإسراع في تحرير هذه المناطق وإعادة بناها التحتية وإعادة النازحين إليها جنرال كنت أود أن أسمع رأيك الشخصي فيما يتعلق بإمكانية التدخل أو ضرورة التدخل البري من عدمه يعني البعض يقول أنه الآن التحالف موجود منذ حوالي سنة ونصف التقدم الميداني ليس كبيرا مقارنة مع هذه الفترة ومع المجهود العسكري الذي يتم الحديث عنه وخمسة وستين دولة وكل هذا الموضوع ألم يحن الوقت برأيك للقيام بهذه العملية بشكل أكثر فاعلية من خلال مشاركة برية ويعني وضع ثقل مهم وراء عمليات التحالف أنا أتفق مع زميلي من البرلمان العراقي عند القول بأن القوات العراقية حققت نجاحا كبيرا في الرمادي كان انتصارهم ذلك ولم يكن انتصارا للتحالف أو لأمريكا ولذلك نحن نفهم أن الحكومة العراقية ووزارة الدفاع العراقية وقوات العراقية تريد أن تواصل بالتنسيق مع الأكراد وغيرهم وكذلك أن تواصل التلقي التدريب والمعلومات الاستغبارية والتخطيط العسكري ومع ذلك سيواصل القوات العراقية أخذ الأمور أخذ زمام الأمور في هذا القتال نود أن نعجل بحسن هذه المعاركة ونحن نؤكد على أن استراتيجيتنا بدعم العراقيين على الأرض تنجح إلى الآن لتسريع هذا الأمر أقول في رأيي إنها وصفة للنجاح في الرمادي وسيكون الأمر نفسه وصفة للنجاح بالنسبة للقوات العراقية لتحرير الموصل بداية سألك سؤال جنرال كيمت مع أنه خارج عن موضوع العراق ولكن متعلق أيضا بما يقال عن عمليات عسكرية ضد داعش في ليبيا هذه المرة كان هناك تصريحات لافتة للجنرال دانفورد سنتحدث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني من الحوار ولكن بما أنك معنا أود أن أسمع إلى رأيك حول هذا الموضوع الجنرال دانفورد يقول هناك حاجة للقيام بتحرك عسكري عاجل وحاسم لوقف انتشار تنظيم داعش في ليبيا ما رأيك في هذا الكلام؟ دعونا نذهب إلى القضية الجوهرية بالنسبة لداعش قوات داعش الموجودة في الشام في سوريا والعراق هذا هو معقل داعش أما باقي الأماكن أماكن وجود داعش مثل ليبيا والشباب وباقي الأماكن حول العالم التي قامت بأعمال مشينة مثل الهجمات في بيروت وإسقاط الطائرة الروسية وما إلى ذلك هذه الجماعات هي تابعة للمعقل الأساسي الذي يستهدفه في العراق والسوريا وكذلك هناك جزء ثالث من الذئاب المنفردة التي تعبأ بمواقع التواصل ومستعدة لتهديد أمن مختلف أنحاء العالم ولذلك الطبقة الثانية من داعش هي تلك المجموعات التي لديها ولاء لداعش حتى لو لم تكن قد تلقت توجيهات وتعليمات من داعش من سوريا أو العراق وعودة إلى سؤالك حول ليبيا وما إذا كان هناك اهتمام من الحكومة الأمريكية لتدخل هناك أقول قد نقدم دعما مثيلا لما قدمناه في العراق استخباراتي وتدريبي ولوجيستي لكنني أقول إنه ليس محتملا أن نجد أو نرسل قوات تقاتل على الأرض في ليبيا قد نرسل مستشارين عسكريين لكن لن نفعل لن نقوم بإرسال قوات مقاتلة هذا لا يبدو أفقه في هذا العام طيب بسرعة قبل أن نختم هذا الحوار سأستعرض بعض التعليقات التي جاءت على موقعين تويتر وفيسبوك طرحنا سؤال هل ستسهم المساعدة الأمريكية المباشرة للجيش العراقي في القضاء على داعش في العراق عدد من المشاهدين أرسلوا بتعليقات سليم سعيد يقول أمريكا دولة تصرح كثيرا ولا تفعل إلا القليل فبعد تكوينها للتحالف الدولي الذي يدعي منذ سنوات أنه يحارب الإرهاب حتى الآن لم نرى أي تراجع لقوة داعش وخطورته أحمد العبادي يقول لا حاجة للأمريكيين في العراق الجيش العراقي والحجد الشعبي حرروا معظم المناطق العراقية من دون مساعدة من الجيش الأمريكي بقيت الموصل وسيحررها الجيش في الأيام القادمة سمير عماد يقول أعتقد أن الإصرار على محاربة هذا التنظيم غير مسبوقة وسيكون هذا العام الأخير له في العراق وسوريا جواد جبر يقول لقد مل العالم من هذه المسرحية التي تمثلها الولايات المتحدة على العالم إلى متى سيستمر العالم بلاعب دور الكمبارس أمام بطولة الولايات المتحدة المزيفة محمد عمر يقول لن تقدم المساعدة الأمريكية أي مساعدة هناك الكثير من الجهات التي تدعم تنظيم داعش وما أن يختفي من منطقة حتى يظهر في أخرى هذه بعض التعليقات التي جاءت من المشاهدين حول هذا الموضوع أعود إلى أستاذ صلاح في الوقت المتبقي برأيك إذا كان هناك نقاش داخل البرلمان حول مشاركة أي قوات أمريكية سواء الآن أو في المستقبل كيف سيكون شكل واتجاه مثل هذا النقاش برأيك أنا بالتأكيد إذا أعرض هذا الموضوع للنقاش في مجلس النواب العراقي أنا أعتقد بأن التحالف الوطني بمجموعه سيرفض هذا التدخل لكن التحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني أعتقد التحالف القوى العراقية أنا متأكد سيدعم هذا التوجه لكن التحالف الكردستاني أعتقد أيضا أنه يدعم هذا التوجه شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح علي جبوري عضو مجلس النواب العراقي كان معنا من بغداد وشكرا لضيفنا من واشنطن الجنرال مارك كيمت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق شكرا لكم شكرا لكم